آخر ما تم الإعلان عنه من قبل الفصائل العسكرية تحرير الشام وحلفائها تقول بأن تمت السيطرة على أهم الأماكن والمناطق في ريف حمص الشمالي طبعا السيطرة تركزت على بداية مدينة الرستن هذه المدينة الهامة هي وتلبيسة طبعا هاتين المدينتين تقعان على الطريق الدولي م5 وكذلك السيطرة في هذا السياق على بلدة تير معلة والغنطو وتقول إدارة العمليات العسكرية إنها سيطرت كذلك على الزعفرانة ودير فول طبعا إدارة العمليات العسكرية هي التي تضم تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها وتقول بأن تم تمشيط هذه البلدات والمدن بشكل كامل طبعا كنا قد التقينا مع شهود عيام في مدينة تلبيسة ومدينة الرستن وقالوا لنا بأن القوات الحكومية كانت قد انسحبت من المدينة ليلة الأمس قبل توغل تحرير الشام والحلفاء معها هذه أبرز الأماكن التي سيطر عليها طبعا تلبيسة والرستن هما بوابة حماء وتعتبران هما أول مدينتان في ريف حمص الشمالي من جهة حماء هذه المدن تمت السيطرة عليها بشكل كامل لكنها تتعرض بشكل متوتر لغارات جوية وهنا نتحدث عن استخدام القنابل العنقودية التي استهدفت عددا من الأماكن في مدينة تلبيسة وفي مدينة الرستن كما قلتك تقول الفصائل العسكرية كذلك إن عملياتها متواصلة مستمرة حتى تحقيق أهدافها حتى هذه اللحظة الاشتباكات على أشدها في ريف حمص الفصائل تقول بأنها ستحاول أن تتقدم أكثر باتجاه المركز المحافظة لكن هناك مخاوف من استهداف سد الرستن أو جسر الرستن هذا الجسر الهام وكان قد تعرض ليلة الأمس لما يقارب بسع غارات جوية هذا آخر ما تم رصده في مدينة حمص أو في ريف حمص الشمالي طبعا مدينة حماء كذلك سيطر عليها كما تحدثنا في وقت سابق وتم تمشيط اليوم بشكل كامل مطار حماء العسكري هذا المطار الذي يعتبر واحدا من أهم المطارات المتواجدة في سوريا طبعا مدينة حماء كذلك تعتبر هي ثاني مركز مدينة تمت السيطرة عليها بعد محافظة حلب ويعتبر الدخول إليها كذلك هو الدخول الأول أو بمعنى أدق هو السيطرة الأولى لتحرير الشام وحلفائها منذ 2011 ترجمة نانسي قنقر